بدأت للوهلة الأولى فكرة جيدة على الأقل لغير السوريين هدنة بين الأطراف المتحاربة بمناسبة عيد الأضحى لكن السوريين أنفسهم كانوا متشككين في إمكانية نجاحها ليس لأنهم لم يكونوا راغبين بل لعدم ثقة كل طرف بالطرف الآخر ولكن أيضا لأن فكرة الاعتراف بأن هناك فعلا طرفا آخر تعتبر غير واردة فالمعارضة المسلحة باتت تعتبر النظام غير شرعي ولا ينبغي التفاوض معه وحكومة دمشق تعتبر هذه المعارضة مجرد عصابات وإرهابيين ولكن في النهاية وفق الطرفان ولو على مضض على هذه الهدنة التي لم تدخل حيز التنفيذ أبدا لماذا تجاهل طرفان نزاع في سوريا هدنة الإبراهيمي؟ موضوع حوارنا الليلة ونستضيف فيه من بيروت الكاتب والباحث السياسي غسان جواد ومعنا من القاهرة عضو تيار التغيير الوطني في سوريا وحيد سقر بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين على تويتر وعلى الفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ وحيد داني أبدأ معك من القاهرة أولا المساء الخير هدنا لمدة ثلاثة أيام أيام محدودة الطرفان الرئيسيان الحكومة النظام والمعارضة المسلحة وافقا من حيث المبدأ على هذه الهدنة مع ذلك لم يتم دخول هذه الهدنة حيث التنفيذ ولو لساعة واحدة من يتحمل مسؤولية سقوط وفشل هذه المبادرة وهي الاختبار الأول لمهمة الإبراهيمي؟ تحية لك والمشاهدين الكرام أولا من يتحمل مسؤولية هذا الفشل هو المجتمع الدولي منذ بداية الثورة في سوريا بدءا من أول مبادرة مبادرة الجامع العربي نبيل العربي وداب بواحد وداب باثنين ووصلنا إلى عنان ومن ثم إلى الأخطر الإبراهيمي نحن لم نعي تماما لم يتوقف حمام الدم ولا لحظة واحدة وقلنا أنا زاك ونكررها الآن أن هذه المهل والمبادرات هي مبادرات ومهل الدموية برعاية أممية وبتطنيش عربي إن صح التعبير أي المجتمع الدولي يبحث عن شماعة لامتداد ساحة الصراع في سوريا لامتداد أكثر يريد أن تنتهي سوريا أكثر أن تدمر البنية التحتية أكثر ومن ثم سيدخل في الدقائق الخمسة الأخيرة ليدلي بشروطه وكما يقال أن يقتصم حصطه من الكعكة إلى الآن السيد الإبراهيمي لم يعترف بأن هناك في سوريا ثورة حقيقية تطالب الحرية والديمقراطية نحن لسنا مختلفين معك الآن هناك صراع مسلحة لكنه تحدث عن حقوق المشروعة للشعب السوري وضرورة تحقيق الانتقال السياسي وقال أن هذا الانتقال يجب أن لا يكون فقط للديكور ومجرد عملية سورية لكن حتى الآن السيد الأخضر الإبراهيمي لم يدين بشار الأساد لم يستطع أو لم يقم المجتمع الدولي برمته بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى منظمة الجرائم الدولية إلى منظمات حقوق الإنسان لم يستطع المجتمع الدولي برمته أو ربما لم يريد أن يدخل المنظمات لتقص الحقائق إلى ما هناك يشعرك الآن أن هناك فعلا حقيقة مؤامرة على امتداد الصراع وكبير الهوة بين الشعب وبين النظام في سوريا وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن أكرر لك أن الحل في سوريا لن يكن في مبادرات وليس في مهل المبادرات الدموية والمهل النظام هو الوحيد المستفيد منها لكن الشعب تفضل سأنتقل إلى ضيفي أستاذ وحيد سأنتقل إلى ضيفي في بيروت الأستاذ غسان جواد مساء الخير أستاذ غسان مرحبا بك الأستاذ وحيد يقول هذه المبادرات عبارة عن مهل دموية برعاية أممية وتطنيش عربي هل بالفعل الأخضر الإبراهيمي هو المسؤول عن فشل هدنته مساء الخير أستاذ مهند لك ولجميع المشاهدين في الواقع هذه الهدنة أتت فكرة الهدنة يعني كمقدمة لأفكار حوار سياسي وحل سياسي يجري تداولها على مستوى المنطقة ويبدو أن فشل الهدنة هو فشل لخيار الحل السياسي أو عدم نضوج لهذا الخيار خصوصا بأن جولة الأخضر الإبراهيمي على دول الإقليم واتصالاتها الدولية لم تثمر إلى تقريب وجهات النظر الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن السوري من أجل الشروع في حوار يتزامن مع الانتهاء من الانتخابات الأمريكية وبداية مرحلة جديدة في هذه المسألة وبالتالي أعتقد أن فشل هذه المأمة هو تعبير وانعكاس أو فشل الهدنة تعبير وانعكاس عن فشل الجهد السياسي وهنا يسأل المرء لماذا رفع الصقف إلى هذا الدرج طالما أن الأمور مقفلة يعني الواقع الدولي فيه توازن الواقع الإقليمي فيه توازن والواقع السوري يبدو أنه متجه نحو توازن عسكري وما يشبه الحرب الأهلية فلماذا التعنت والتصلب ومنطق الإخضاع والإسقاط وما إلى ذلك من المتعنت برأيك صد غسر يعني عمليا الدولة في سوريا الآن مستعدة للحوار ومستعدة للتفاوم مع المعارضة الوطنية ومع بعض المعارضة في الخارج التي قد تذهب إلى حل سياسي انتقالي من الآن حتى العام 2014 ولكن منطق الإسقاط وإسقاط الرئيس وإسقاط النظام بالمنطق الذي تطرحه المعارضة الآن غير قابل أولا للتحقق واقعيا وثانيا غير قابل أو غير منطقي على اعتبار أن هذه الدولة لا تزال بعد سنتين تقريبا قوية بمؤسسات أبي جيشها وأن خسرت بعض الأطراف وأن خسرت بعض النقاط في هذه المعركة وبالتالي لمصلحة سوريا والسوريين الآن التنازل عن بعض السقوف العالية والذهاب نحو حوار سياسي وحل سياسي جدي يسورن الحل إذا صح التعبير ولا يترك سوريا على قارعة انتظار القرار الدولي والإقليمي طيب أستاذ وحيد ما رأيك أنه من مصلحة السوريين الآن تخفيض سقوف هذه التوقعات مسألة الجهود السياسية يبدو أنها لم تنجح حتى الآن الحلول الميدانية والعسكرية أيضا لم تأتي أي ثمار لأي من الطرفين حتى الآن وبالتالي يجب إعادة النظر في كل الشعارات التي كانت رفعت في الفترة الماضية أعتقد من الأفضل على المجتمع الدولي أن يحد من التدخلات الإقليمية والخارجية في الملف السوري الحد من تدخل إيران وعناصر حزب الله في سوريا ليلة أمس هناك احتلال لأربع قرى في منطقة القصير بحجة أن هؤلاء من أصول لبناني التدخل اللامبرر لعناصر حزب الله ومليشات حزب الله في سوريا والدعم الإيراني للنظام السوري هو من سهم في تطويل الأزمة وتعقيدها أكثر لكن المجتمع الدولي أعتقد عليه أن يرتقي بمسؤولياته وبمهماته أمام هذا الدم الذي يراق في سوريا وهو يعلم تماما أن الشعب السوري مختلف تماما عن بقية الشعوب العربية لن يقبل بأقل من رحيل بشار أسد مهما دفعنا من أسمان ومهما كان هناك سمن على المستوى المنطقة ولو اشتعرت منطقة برمتها ولكن هذا هو الصقف المرتفع بحجة بحجة لحد الآن هذا الصقف وهذا الشعار لم يأتي أي ثمار ما نشهده هو مزيد من الضحايا على المستوى اليومي هل المعارضة مستعدة على الأقل لإعادة النظر في هذه المسألة وربما اعتبار مسألة المرحلة الانتقالية حتى عام 2014 هي حل ممكن على الأقل بالنظر إلى غياب الحلول للأخرى أعتقد هذا القرار ليس مسؤولية المعارضة وحدها وليس مسؤوليتها إن صح التعبير هذا مسؤولية للذين يدفعون السمن كل يوم في الداخل السوري هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم ويخرجون من بيوتهم ويعلمون أنهم غير عائدين إلى البيت هؤلاء هم الذين يحددون مصير الأفق لمطالبهم وهم حددوها التوماتيكيا ولن يقبلوا بأقل من رحيل هذا النظام ونحن نعلم أن هناك أيدي خفية تساعد النظام في سوريا وتساعد في قتلنا واغتصاب نسائنا وتهجير أطفالنا وعائلاتنا ورغم هذا السمن الباهز إزاء صمت دولي مرعب وما زال الشعب السوري بصر أنه مستمر مهما دفع من أسمان ولن نقبل بأي مبادرة وبأي حل تحت وجود بشار أسد في سلطة الحكم هذا القرار ليس قراري في حسب هو قرار كل السوريين في الداخل وأنا أتكلم بهذا الإطار لا نستطيع أن نقبل بصقف يفرض علينا من إيران ولا من روسيا ولا من الصين بغض النظر أنا بالمحصلة هذه الدول بالرغم من مسؤوليتها عن الدم السوري لكنها لا تستطيع أن تحدد تاريخ الشعوب تاريخ الشعوب من يحدده هو الشعب نفسه الذي يقدم الدم وأنا أؤكد لك أن الشعب السوري مهما دفع من دم ومهما كان هناك لا مبالا من المجتمع الدولي ومهما كان هناك من تدخلات من لبنان أو من إيران أو من العراق أو من الصين أو من روسيا سيبقى الشعب السوري مصر أن لا حوار مع هذا النظام ولن نقبل بأكل من رحيله ورحيل زبائنه معه أستاذ غسان ما رأيك؟ أنت تحدثت عن أنه من مصلحة السوريين تخفيض سقوف توقعاتهم فيما يتعلق بالمؤارضة بالمقابل لماذا لا يقدم النظام أيضا على خفض سقف مطالبه وأن يتخذ خطوة جريئة بشكل من الأشكال يعني ليس بالضرورة أن تستمر الأمور إلى عام 2014 كما تفضلت قبل قليل أن يخرج رئيس الدولة ويقول مثلا أنا مستعد للتخلي عن هذا المنصب وأجراء انتخابات في الأشهر القليلة القادمة يعني منذ بداية الأزمة أقدمت الدولة في السوريا على سلسلة من الإصلاحات أو إذا صح التعبير التنازلات وصولا إلى إلغاء حكم الحزب الواحد ولكن هذا عملية لم نرى منه شيء وأنت تعرف الأمور كيف تسير هنا نعم لأن الأمور ذهبت نحو التصعيد ونحو الحرب والعنف لو أن الأمور ذهبت نحو الحوار السياسي والقبول بالمكتسبات والإصلاحات التي قدمها النظام منذ البداية وعدم الإنجرار نحو ما أجندات إقليمية ودولية تريد من سوريا ربما غير ما يريد الشعب السوري من قيادته كنا الآن في مكان آخر ولكن تحميل الأزمة السورية الداخلية أثقالا إقليمية ودولية ومنها مطلوب من سوريا خصومات مع إيران ومع المقاومة في لبنان ومطلوب منها إعادة تموضع على مستوى دورها الإقليمي كل هذا جرى تحميله على مطالب الشعب السوري المحقة والتي هي منذ البداية محقة وتضحيات السوريين والشهداء السوريين من جميع الأطياف هي محط تقدير الجميع وأيضا محط انتباه إلى أن المواقف الدونكيشوتية ومقاتلة طواحين لهواء لا تخدم الدم السوري المراق ولا تأتي بالخير على أطفال سوريا ولا على النساء سوريا ولا على المهجرين والنازحين في سوريا الآن تحتاج الأمور إلى مواقف جريئة المعارضة التي قدمت نفسها في الخارج على أنها ناطقة باسم الشعب السوري عليها الآن أن تتخذ مواقف قيادية شجاعة تذهب نحو الحوار وتخلص هذا الشعب من هذه الدوامة